موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله عزائي الطلبة مع حلقتنا لهذه اليوم وهي الحلقة السابعة من الفصل الدراسي الأول لمقرر التاريخ الإسلامي وهي بعنوان قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تعد الهجرة بداية عهد جديد حيث قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الدولة والمجتمع الجديد كله والصورة التعبيرية التي أمامنا توضح قدوم القافلة المهاجرة من مكة إلى المدينة كذلك المنازل في الخلف تبين لنا التفاوت في البيئة الاجتماعية بين مكة وبين المدينة التي كانت نوعا ما أكثر تحضرا أما الصورة الأخرى التي أمامنا الآن فهي صورة المسجد النبوي الشريف في العهد الحديث أقام النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور عند وصوله إلى المدينة ومن أول هذه الأمور بناء المسجد أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد وقد اختار الله مكانه عزيزي الطالب إلى ما تشير هذه الصورة وما هو دور المسجد في ذلك الوقت وما هي صفات القائد أما الصورة التي أمامنا حاليا فهي أيضا صورة للمسجد النبوي الشريف ولكنها في زمن سابق قليلا ساهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بنائه بنفسه فكان يحمل الحجارة ويحث المسلمين على العمل فيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكان ذلك يزيد من نشاط الصحابة فيقول أحدهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا العمل المضلل كان المسجد في ذلك الوقت يعد مقرا للحكم ومكانا لتجمع المسلمين لم يقتصر أمر المسجد عزيزي الطالب على مكان للعبادة والصلاة في ذلك الوقت بل كان مقر الحكم وقيادة المسلمين واجتماع المسلمين والحكم في أمورهم من خلال الفقرة السابقة التي ذكرناها عزيزي الطالب أكتب ثلاث حقائق حول صفات القائد والعلاقة بين المسلمين من أهم صفات القائد الشجاعة والصبر والمبادرة والتحمل والتواضع ونلتمس ذلك من خلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بناء المسجد بينما العلاقة بين المسلمين تتضح من خلال المحبة والتسامح الذي كان يسود العلاقة بين المسلمين سواء بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار من أهل يثرب الأوس والخزرج من أكبر القبائل العربية في يثرب وكان بينهما حروب كثيرة آخرها يوم بعاث لو كنت عزيز الطالب مكان النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه ليثرب وهناك حرب أهلية فيها بين قبيلتين كالأوس والخزرج ماذا تصنع لتحل هذه المشكلة وتوقف الحرب وتجعلهم متحابين عمل النبي صلى الله عليه وسلم على إزالة ما كان في نفوسه من رواسب وخصومات فوحد بينهم بإسم الأنصار والأنصار هم أهل المدينة الذين كانوا ينقسمون إلى الأوس والخزرج فعندما دخلوا الإسلام واجتمعوا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته بأموالهم وأنفسهم سماهم الأنصار ولماذا أطلق على الأوس والخزرج بهذا الاسم وهو الأنصار كما ذكرنا عزيز الطالب لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذن الأمر الأول الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة هو بناء المسجد النبوي أما الأمر الثاني فهو الصلح بين الأوس والخزرج وبعد ذلك لقبهم بالأنصار أما العمل الثالث عزيز الطالب فهو المؤاخات بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين هم أهل مكة الذين تركوا ديارهم في سبيل الله أما الأنصار فهم أهل المدينة حيث ترك المهاجرون متاعهم وأموالهم ورحلوا بعقيدتهم ودينهم إلى المدينة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على ضمان معيشتهم فآخى بينهم وبين الأنصار حيث ضرب الأنصار أربع الأمثلة في التضحية والإيثار وذلك عندما استجابوا لأمر الله وتقاسموا معهم أموالهم وبيوتهم وأصبحت المؤاخات في الإسلام مثل المؤاخات في النسب حتى في الميراث ولكن القرآن الكريم نسخ هذا الأمر بعد غزوة بدر في الثاني للهجرة ونقصد هنا عزيز الطالب بالنسخ أن القرآن الكريم ألقى مسألة الميراث في المؤاخات وأصبحت المدينة المنورة أول مجتمع مثالي في شبه الجزيرة العربية يسوده النظام وتربطه روح الإخاء والمساواة والمحبة ننتقل الآن إلى العمل الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو وضع الصحيفة والصحيفة هنا تعتبر عزيز الطالب كأول دستور مدني في الإسلام حيث ينظم الحياة بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية وبين المسلمين وغيرهم من المسلمين كما تعلم عزيز الطالب أن المدينة أو يثرب سابقا كان يسكنها قبائل من اليهود لذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم على تنظيم هذا الأمر من خلال وضع الصحيفة إن من أهم محتوى عليه الصحيفة هو أن للجماعة شخصية دينية وسياسية ومن حق الجماعة أن تعاقب المفسد وأن تؤمن المطيع وأن الحرية الدينية مكفولة للجميع وأن على سكان المدينة من المسلمين وغيرهم أن يتعاونوا ماديا ومعنويا وعليهم أن يردوا أي اعتداء على مدينتهم متساندين وهذا دليل على تعايش المسلمين مع غيرهم فقد وضعت الصحيفة لحفظ المسلمين وغير المسلمين من اليهود من سكان المدينة وأن عليهم أن يتعاونوا ويتآخوا وأن يعيشوا في مجتمع واحد لصد أي خطر خارجي وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس العام لسكان المدينة تعرض عليه القضايا الكبرى ليفصل فيها عزيزي الطالب دلل على بعد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الصحيفة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على استقرار الحياة في المدينة المنورة وبهذا جعلت الصحيفة المسلمين أمة واحدة وجمعت كل طوائف المدينة في الأمة الإسلامية واعتبرت الجميع مسؤولين عن حماية هذه الدولة نشاهد من خلال الصورة التي أمامنا عزيزي الطالب صورة لبعض اليهود وزيهم التغليدي دور اليهود والمنافقين في محاولة إضعاف الدولة الإسلامية في المدينة اليهود والمنافقين أخذوا يعملون على هدم الوحدة الاجتماعية الجديدة في المدينة حيث بدأوا بمحاولة إثارة البغضاء بين المهاجرين والأنصار ومحاولة الإيقاع بين الأوسي والخزرج ولكنهم فشلوا في ذلك محاولة منهم في استقلال الخلاف الكائن بينهم في الماضي وحرضوا قريشا ومشركي مكة المكرمة على غزو المدينة المنورة ولكن المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم واجهوا هذه الأخطار وعملوا على حماية الدولة ونشر الدين الإسلامي الحقائق الهامة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد للأمة الحكمة السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم نجدها في استقرار المجتمع من خلال وضع الصحيفة التي نظمت الحياة بين المسلمين وبين غيرهم من غير المسلمين مساهمة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد من صفات القائد الناجح الذي يعتد به أصحابه المقدر الفائق للنبي صلى الله عليه وسلم في التنظيم والاحتياط للمستقبل استثاث النبي صلى الله عليه وسلم جذور الفرقة والبغضاء وروح العصبية الجاهلية ونجد ذلك عزيز الطالب من خلال المؤاخات بين المهاجرين والأنصار والصلح بين الأوسي والخزرج بناء الجبهة الداخلية للوقوف أمام أعداءه من قريش وغيرهم لقيام دولة إسلامية عظيمة إلى هنا عزيز الطالب ننتهي من حلقة هذا اليوم من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة مع تمنيات لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر